موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم عزيزي المشاهدين بكل الخير صباح جميل وصباح جديد من برنامج أنا والقانون هنتكلم في مواضيع تخصك وتخص المجتمع المصري والمجتمع العربي عموما وكل مشكلتنا القانونية هننقشها بشكل نفسي وبشكل قانوني بقدم لك حلقة جديدة بقدم لك برنامج جديد أنا والقانون من قناة المفضلة على قلبي الصحة والجمال بس تسمحوا لي الأول أرحب بدكتور صبح عاطف غيس صديقي وزميلي في البرنامج وهنناقش مع بعض أهلا وسهلا أهلا وسهلا صباح الخير يا دكتور صباح الفلك أهلا وسهلا منور الدنيا كلها ربنا يخليك هتقول إيه للناس النهارة صباح الخير عليكم جميعا وكل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله نحاول نقدم واجبة خفيفة وسريعة كده واجبة قانونية وتحتوي على كل الأسئلة وكل الاستفسارات اللي ممكن تخطر في بالكم تمام النهاردة يا جماعة هنتكلم عن المراس وطرق توزيعه وهنقعد مع دكتور صبح وهنتكلم من الناحية القانونية ودكتور صبح يسألني من الناحية النفسية ويا رب نكون ديوف خفاف عليكم ونقدر نفتكو جميعا دكتور صبح التشريعات المتعلقة بالمراس بتعالج مشكلة المال والمال أحب الأشياء إلى الإنسان وكمان في نفس الوقت الورصة هم أقرب الناس لبعضهم البعض إزاي الإسلام راعى النقطة دي؟ والله الإسلام من بداياته من أول ما القرآن نزل ومن أول التشريعات الإسلامية ما نزلت وهي بتراعي نقطة مهمة جدا هي السبب في وجود المراس وتكوين وهي صلة الرحم تمام الإسلام دعا صلة الرحم وحرص عليها جدا وبالتالي حط قواعد المراس عشان تقرب بين الناس والناس تحس ببعضها والأبناء يارسوا أبنائهم وأبنائهم يارسوهم وبالتالي تفضل العلاقة صلة الرحم مرتبطة ببعضها طول العمر ده كان الهدف الأصلي والأساسي من وجود قواعد المراس في الإسلام عموما أنا من وجهة نظري أن ربنا سبحانه وتعالى لما قام بالتشريع التوزيعي للمراس كان إعجاز بجد أنا بوصفه إعجاز وكل طبعا حاجة من عند ربنا إعجاز ولكن أنا بقول إعجاز وهقول السبب دايما الفيلسوف بيقول لازم يقول دليل فإيه الإعجاز في كده لربنا سبحانه وتعالى أنه لما شرع لنا المراس كان واخب باله قوي أنه لا حباء لحد مش هيحاب لحد وكان بيدي الفقير أكتر من حقه وبيدي الغني كمان أكتر من حقه قسم المراس عشان ما يبقاش المال في إيد واحد بس عشان تقسم التركة دي على بشر كتير ممكن أبدأ حياتي من أول وجديد ممكن أنتهي وعشان أبعد عن الحقد والحسد لو حداك هتقولي دلوقتي المراس مين اللي يورسه؟ يا تارى الأب الأخ الإبن كل دول مع بعض والجر الجنب ولا الجر الصاحب ولا اللي حضر التركة حداك هتقولها لنا بصورة مبسطة زي ما أنا متعودة منك كله بيورس من بعضه التشريع لما تحط تحط على أساس الأب يورس أبنائه الأبناء يورسه بعضه الأبناء يورسه أخوتهم والإخوات يورسه كل قاعدة المواريس كلها بتدور حوالين إننا يفضل العيلة مرتبطة تفضل الأسرة مرتبطة فالأب إذا توفى أولاده بيورسه الأولاد بيتوفه أبنائهم بيورسه وفي بعض الحالات الحفيد بيورس من جده وهكاسك تفضل الأمور مرتبطة وده سنة المرس وتكوين المرس لا كمان في حاجة أنا اللي خدت بالي منها بعقلي أنا البسيط أنا مش فاقهة في الدين ولا في القنون زي حضرتك إن فعلا ربنا سبحانه وتعالى أعطى للمرأة بما يتناسب قدراتها وحاجاتها وإمكانياتها وبرضه أعطى للرجل بما يتناسب مع قدراته وحاجاته واختياراته ورعا الإسلام متطلبات كتير جدا لكل البشر وقدم ناس على ناس يعني أنا خدت بالي إن لو الأخ موجود والأب فقدم الأب على الأخ طب لو الأب موجود والابن فقدم الأبن عليه فليه حكمة سبحانه وتعالى إن الجد ده خلاص ذاهب رايح أما الأبن اللي لسه طالع فهو في مقبل حياته فمحتاج فعلا لمبلغ أكبر فسبحان الله في إعجازه في المرس إمتى بقى أقدم الأب الأخ على الأب الجد وإمتى أقدم الأبن من الرجل المتوفي على جده بوس حريك هي تأسيمات المرس عموما بشكل عام كانت حريصة على إن كل واحد يتحط في درجة معينة وفي مكانة معينة من المرس فإذا كان الأب توفى الأبناءه بيورسوا منه ده وضع طبيعي وتلقائي لكن في بعض الحالات اللي الأحفاد بيورسوا من الجد في الحالة إذا أبوهم توفى اللي هو الأبن توفى في حالة حياة أبوه يعني الجد موجود الأب هو اللي توفى والأبناء هم الموجودين فأولاده لما الجد بيتوفى الأولاد بيورسوا مراس أبوهم في حدود التلت دي حاجة اسمها الوصية الواجبة دي مش موجودة في القرآن لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي شرعها لأنه لما لقى فيه تداور في المسألة دي فلقى أنه الجزئية دي لازم يتم علاجها ويتم تدركها فبدأوا رسول عليه الصلاة والسلام شرع الوصية الواجبة إذا توفى الأبن حال حياة أبيه أولاده بيورسوا المراز بتاعه في حدود التلت التاركة ودي بيستسمى بالوصية الواجبة أنا خدت بالي كده وأنا بفكر شوية أن ربنا سبحانه وتعالى عائلة حدد درجة الكرابة جهة الكرابة وقوة الكرابة وأقسمها لدرجة الكرابة اللي هو ابن وابن العصب اللي هو العصب وجهة الكرابة اللي هو الأب زاهب والابن زي ما أنا قلتها من شوية مين فيهم اللي هيقبل على الحياة ومين اللي هيتأخر طب قوة الكرابة فأخ شقيق وأخ غير شقيق إمتى يورس الأخ غير شقيق؟ هو بيبقى مقدم للأخ غير شقيق الأخ الغير شقيق بيحجب إنما الأخ الشقيق لا يحجب طبعا إحنا واخدين بالنا من عظمة القرآن سبحانه وتعالى في جمع المال وتفريقه على الورصة حددتك تقول لنا يعني إيه ميروس؟ يعني إيه ميروس هو الميروس بشكل مبسط كده هو التاركة اللي بيتركها المتوفي حال وفاته وهنا لازم نفرق بين حاجتين عشان السادة المشاهدين يبقوا معانا في الجزئية دي إنه فيه فرق كبير بإني إيه أوزع تركتي بنا عيش أو إن أنا أوزحها أو هي تتوزع بعد الوفاة فيه ناس كتير بيقولوا لأ هو لما بيوزع تركته هو عايش هو بيظلم بقية الورصة هو لأ إحنا بنقول إنه طول ما الشخص عايش فلا توجد تاركة ما فيش تركة التركة بتيجي لما الشخص يتوفي طول ما الشخص عايش هو حر في إدارة أمواله اسمعوا عطية أوهبة أو منها أو منحق ممكن تبقى في هذا الشكل لما ينقول ده فيه واحد وزع تركته هو عايش ده لفظ غير قانوني ولا شرعي أصلا ده ملوش أي وهو ده اللي بيخلي فيه الحقد والحسد والزعل وبيقطع صلة الأرحم بجد إنه هو لفظ أسم تركته يعني انت دخلت في شرع الله وانت حي فبدأ هنا الناس تزعل من بعض أكيد أكيد طيب في حاجات كتير لازم كلنا نرعيها نفسيا ودينيا وبعدين قانونيا اللي إيه المطلوب مني لحظة الوفاية زي الأول تجهيزه والكفن والإجراءات بتاعت الجنازة ولا الوصية ولا الدين فسبحان الله قال إيه وبعد وبعد إيه وصياتا ودي فهنا أبتدي بإيه أبتدي الأول بتكفين الشخص المتوفي وإجراءات الدفن كلها وبعدين الوصية وبعدين الدين ولا الدين أسبق مين على مين الدين الأول طيب الدين بيستفيد بيه الناس اللي المتوفدة مديون لها فالمفروض إن احنا بنصف فيله تركته لإن حتى القاعدة القانونية بتقول لا تركة إلا بعد سداد الديون يعني المفروض إن أنا أسد ديون الأول وبعدين أشوف الوصاية قبل ما أشوف الوصاية بأشوف حجم التركة بعد سداد الديون ممكن التركة تستغرق الديون دي تستغرق التركة كلها يعني ممكن شخص يتوفى يبقى عنده مئة ألف ونفاجأ إن عليه ديون مية وخمسين ألف مثلا هيفضل مديون ودي عادة بتحصل مع التجار لإن التاج بيبقى ليه فلوس وعليه فلوس فدايما لازم نصفي المسألة دي الأول ونشوف الديون اللي عليه نسددها عشان يقابل ربنا وهو مش مديون لحد في الدنيا وبعدين نبقى نشوف موضوع الوصاية إذا فضل من التركة حاجة بعد سداد الديون بنطبق عليها الوصاية موضلش خلص لكن الديون مقدمة على هتكلم بالعامية اللي احنا عايشين فيها محدش بيعمل كده كلنا بنقول الوصاية وياخد فلوسه وبعد كده نلاقي الراجل ده مديون والناس بتطالب بالفلوس عشان كده احنا بنقول نسد الدين الأول نفسيا عشان الدين الناس دي هتيجي تخبط عليك مزموط يعني لو انت فاكر أن انت خدت ورس وأبوك توفق وأمك توفت فالناس اللي لها دين هيخبطوا عليك انت لا ده في حاجة تمام مهمة حضرتك أنه أنا لما بسيب دين على المتوفي دايما المدينة الدائن اللي هو ليه الفلوس بيدي على المتوفي يعني المفروض أن أنا كابن أبقى حريص أن أبويا أو والدتي أو والدي قابلوا ربنا وهم معلومش ديون في الدنيا لأن الناس اللي هم ليهم الفلوس عادة بيدوا عليهم حتى لو مدعوش يكن دموا ربنا موجود بالضبط كده لا يعني نقصد ايه أنه بيبقى فيه سيرة مش كويسة للمتوفي أنه هو ما سددش أقول أهله طبعا من بعده وإحنا بنقول عليها بيبقى فيه عار عليهم أنه هم أبوهم مات وهو ما ديوني لكن هي ترتيب الأمور بالشكل ده لازم نسد ديونه الأول علشان نشوف هل التاركة هيفضل منها حاجة بعد سدد ديونه ولا لأ تمام إحنا عندنا أخطاء طبعا في بلدنا وبنزفة بيبتدوا يعملوا عزب وسوان وبيهمهم الشكل العام وممكن بعد العزب اللي يتخنقوا مع بعض مين اللي جاب الشاي ومين اللي جاب الأهوة وبيشوف الوصايا الأول ولو لأ ابن من الأبناء أنه موصي مثلا اللي تلت ماله لحد معين أو متبرع به أو هو مفلس بيبتدي يدها لأبوه أو يدها لأمه ويسيب إخواته بيديونهم وماليش دعوة سددوا انتوا بقى طالما انتوا اللي ورستوا أنا ماليش دعوة طبعا نفسيا احنا بنرفض ده تماما وده اللي رب جوانا حقد وحسد زي ما بقول وده اللي رب جوانا لا أنا مش عايز أروح لأخويا ده أبويا فضله فخليه بقى بفلوسه وأنا أبتدي من الصفر حضرتك بتقولي النهاردة لأ ده انتوا سدوا الدين لأن الناس هتدعي على الأب وعليكو هتبقى عور حضرتك تنصح كل ولدنا تعمل إيه؟ كفن والدك وقوم بإجراءات الدفن وبعدين سد ديونه وبعدين دور على إرسك ودور على الوصائل طب لو فيه وصية أعرف منين أن الوصية دي حق أو باطلة طيب أنا هرجع بس خطوة قبل كلام حضرتك قبل ما أوصي الأبناء أوصي الأباء نفسهم تمام ما بنية من حرام فالنار أقول لابه أنا لازم أربي ولادي من حلال ابني ابنك ولا تبني لابنك بالزبط ابني إنه يبقى راجل وجدع وشاء لازم أربيه من حلال علشان بعد أنا ما موت يعرف يعني إيه حلال وحرام يعرف أن أنا لازم أسد ديونه لازم أبقى حريص يعرف أن أنا يعني إيه صلى الله ترحم أمسك في خواتي وأتمسك بيهم ورعي مصالحهم وأسأل عليهم وأطمن عليهم في الحالة دي أنا لازم أكون أتربيت من حلال تمام الأب ممكن يقضي حياته كلها بيجمع مال ويبقى عامل حسابه أنه هو هيسيبه لولاده بعد ما يتوفى ويسيبهم كويسين ويسيبهم لا القوة مش في المال بس القوة في التربية وفي الأخلاق وفي الحلال وفي الحرام تمام لازم تعود ابنك من صغره على الحلال لو ربطه من صغره على الحلال هو لما أنت تتوفى هو هيشوف الحلال فين هيشوف يتفنك إزاي هيشوف يتمسك بإخواته إزاي ما يجيش يعني الواحد بيشوف حالات بصراحة توصل لقى حالة الوفاء الصبح وبالليل بيقسموا التركة ما أنا بقول لحضرتك يعني الحالة مزهلة الناس بيسرشهم بالليل هما بيتخنقوا على حاجات بسيطة وهايفة لا إحنا لازم نكون حرسين ولازم نعرف ربنا ونقرب من دينا أكتر لازم نشوف إيه اللي مطلوب مننا في الأول عشان نقدر نعمله إحنا نسطره ونتفنه ونتطمن إن كل حاجة تمت على خير وبعدين نشوف ديونه إيه ونقعده بالراحة ونبحثها ونسددها وبعدين نشوف فيه وصايا فيه حاجة هو مصي بيها لحد لازم الأمور دي تتاخذ بشكل فيه تدريج طبيعي للأحداث علشان توصل في الآخر إن المتوفي بقى مرتاح وانت كمان حضرتك في دنيتك تبقى مرتاح وحسن أنت عملت اللي عليك هنعقف وقفة بس بسيطة وننوه على تليفوناتنا اللي موجودة على الشاشة تبعني على التليفونات اللي موجودة على الشاشة مباشرة ولو مش هتلحق الحلقة عندك الإعادة مساء وبعدين تبعني على صفحة أنا والقانون على الفيسبوك وتبعني على صفحة دكتور فاتن عرفة ودكتور صبح عاطف غيس على الفيسبوك أو قناة اليوتيوب للصحة والجميع نرجع تاني يا دكتور ونقول إن إحنا لازم نتعامل إن المال ده مال الله وتقسيم وتقسيم من عند الله عز وجل أنت حر في حياة عينك تعمل اللي أنت عايزه ولكن في فرق بين المساواة والعدل فإيه الفرق بين المساواة والعدل؟ هو ربنا أساس المساواة والعدل والقرآن أساس المساواة والعدل ربنا لما حط الحدود في القرآن الميراث حق وحدود إنه لازم يتقسم كده فيه بيحصل كان حصل خلاف من فترة كده عن لما قالوا إنه هيبقى فيه تسوية بين الرجل والمرأة في الميراث وطبعا في بعض الدول العربية عملت كده زي تونس مثلا نساوت بين الرجل والمرأة في الميراث وده طبعا مخالف للشرع لكن أنا عايز أقول حاجة الميراث حق الميراث حق فإذا كنتوا هتقعدوا يعني في بعض الحالات الإخوات بيتفقوا إنهم ياخدوا زابع ده مش حرام ده بالاتفاق وبالوين ده مش حرام لإنه حق إنت حق وبتتنزلها إنت حضرتك التأسيمة إنت تبقى عارف حقك فين إنت ليك التلت ليك الربع سهقطعك هنا بما إن جوه المجتمع زي هم بيتوددوا لبعض في لحظة ولكن لحظة الغضب أو المشاكل أو نختلف في الرأي فنبتدي نقولي أنا مش مسامح أنا لما عملت كده كنت برضيك وإنت مرضتش أنا سبتلك ده عشان إنت كنت لسه صغير ومتمرش فيك فنبتدي نتخاني بعد سنين يعني إحنا في البداية كنا متفقين إن أنا سايب لواجه الله أو أنا عشان أخوي صغير أو أختي محتاجة فكنت بسيب بالرضا هو مش رضا ده رضا منظر صورة من بره وده اللي إحنا بنقع فيه كلنا إن في البداية كلنا بتبقى وغدائنا لسه الوالد متوفي لسه الوالدة متوفي بتم أزعلنين فنبتدي بنبقى إحنا ينان على بعض ونقرب من بعض ولكن بعد شوية لما نبعد بلاقي المشاكل بدأت تظهر هل يحق بعد ما اتفقوا بالودية إن يرجع في كلامه بعد سنة أو اتنين ويقول ما ليش ده أنا عايز حقيق ما هو إحنا المشكلة إحنا هنا اللي بيربطنا الكتابة إحنا عندنا مشكلة إن اللي بيربطك الكتابة مش اللسان يعني كنا زمان أو زمان أهلينا أو جدودنا لما كانوا بيجوا يتفقوا على حاجة كانوا بيتفقوا باللسان خلاص دي بتاعتك خلاص دي بتاعتك لكن النهاردة للأسف الشديد بيبقى فيه عقود ونبص اللي العقود بتقين عليها بعد كده بنشكل في بعض لا أنا ما كنتش عارف لا ده ضحكوا علي لا ده فيه تدليز لا ده فيه غش لا أنا أهليتي ما كانتش كاملة وانا بمضي على العقد ده لإني ما كنتش عارف إن فيه حاجات تانية فهي زي ما قلنا هنرجع في الأول وفي الآخر للي في القلب واللسان للي احترام والتربية الصح بالضبط وأنا دايماً بفضل يعني ما احترامي لكل الناس وما احترامي لكلمتهم والكلمة الشرف لا أنا بفضل لأن احنا لما نيجي نقعد ونقسم نكتب عقود العقود هي اللي هتمكننا بعد كده من إنه كل واحد يلتزم بكلمته هي اللي هتمكنك من إنك لو حابب بعد كده تتصرف في الحاجة اللي أنت خدتها تتصرف فيها في بعض العائلات الكبيرة بتوزع المراس ويديروا الأخ الأكبر وتلاقي البنت مش لقيها وتلاقي البنت حقها ضاع وتلاقي البنت تيجي عايزها تبيع ياخد المراس وبيبتزوهم بعد كده انت مش تاخذي الأرض تاخذي ميل على قد الأرض دي ومسميات بقى غريبة ما أنزل الله بقى من سلطان يعني إحنا هنددي مراسنا لوحد غريب انت في الآخر جوزك هيورس فيك وكأنه هو لغى كلام ربنا سبحانه وتعالى وبقى هو اللي بيفهم وبقى هو اللي متحمس للمسألة وعايز يزبطها بشكل أن المراس ما يروحش لحد غيره مع أن الأصل في المراس التداول عشان صلة الرحم تفضل مستمرة أنا بورس من ده وده بيورس مني وأخويا بيورس مني وأختي بتورس مني وهكذا الأصل في المسألة هي صلة الرحم والترابط الحكمة من وجود العقل في الإنسان عشان إعمال العقل وشغاله فلما لاقي إنسان مش عايز يشغل عقله بقوله انت وقفت حكمة ربنا في خلقك وبرضه لما بلاقيهم مش عايزين يشغلوا فكرة المراس صح فأنتو بتوقفوا حكمة ربنا فأنت بتحارب قدر الله أنت بتحارب شريعة ربنا أقف يا مصري أقف يا إنسان يا عربي أقف يا أي إنسان أيا كانت جنسيتك وخد بالك لأنك بتحارب ربنا سبحانه وتعالى وتشريعته كأنك بالضبط بتقول أنا مش أصلي الفجر الرقعتين في واحد كان حكالي موضوع بسيط كده بخصوص الكلام اللي احنا بنقوله قال لي أنه كان داخلي لهم العملية خطيرة قبل ما يتوفى على أساس أنه هو لو توفى خلص تبقى الحاجة كلها بتاعتها وما فيش كانت أمه عيشة وكان خايف أنه أمه تورس عشان بعد كده إخواته ما يورسوش في أمهم من مرسوه لأنه زعل منهم بالضبط أول علاقة بينهم أيام ما كان فكانت النتيجة أنه كتب الحاجات دي لمراته وبعد ما خرج من العملية وبقى كويس حس أخذ بالندم خد العقود ورحمة قطحها ولفت الأيام ورح كان عنده مشوار في دارة الإفتة فقال أسأل على التصرف اللي أنا عملته ده هل التصرف ده صح ولا غلط وطبعا زي ما احنا دايما بتتقال حتى كده في الأفلام دايما بيجو بعد العرف ما بيجوش قبل فهو راح يسأل بعد ما عمله وتصرف وقدى لمراته وخد منها تاني بدأ يروح يسأل كان رد فعل الشيخ اللي بيسأله المفتي في الدارة الإفتة قال له يعني أنت عايز تقول لربنا أنت ما بتعرفش حاجة وأنا اللي هقسم بمزاجي وأنا اللي هقسم بطريق فشوفوا المسألة مهما كانت بسيطة شوف بتوصل البناء أدم لفين بتوصل البناء أدم أنه بيتعدى حدود الله وبيكسر حدود الله ويقول له يقول له ربنا بطريقة غير مباشرة أنا اللي هعمل اللي أنا عايزه وأنا هقسم زي ما أنا عايز عايز تقسم زي ما أنت عايز قسم وانت عايش وما تقولش تركها لكن ما تقولش تركها سيب الأمور ماشية زي ما هي ربما يكون ابنك اللي أنت هتحرمه ده هو أشد واحد بيدي لك وأشد واحد هعمل لك صدقة جارية وأشد واحد هيبقى خايف على أخواته ويرعيهم ويربي الصغير منهم ويخب لهم من القاصر منهم وربما اللي أنت بتحبيه وهتديله ده يكون هو أشد قصوى عليك وعلى أخواته سيب ربنا يمشيها زي ما هو مقسمها ما تدخلش في الإسمة سيبها ماشية عشان ربنا هيجازي كل واحد على فعل وانت عايش وانت متوقفي الزكر مثل حظ الأنسان في ناس كتير بقى واخداها في كل الأمور مش في القرس بس لا هي حضور يعني وانا بقسم الأكل يقولك الزكر مثل حظ الأنسان بيقول أكتر أي وإحنا رايحين رحلة عايز كرسيين في كل حاجة عايز الضعف طبعا أنا بقول مثل الفكاهة ولكن دي حقيقة بنشوف على أرض الواقع بيعيش مع أهله وناسه الزكر مثل حظ الأنسان ولكن أنا عايزة نقش حداك في نقطة أنا من وجهة نظري شايفة إن الزكر مثل حظ الأنسان لإن الزكر بيبقى عليه أعباء أكتر وربنا شرحك كده مزبوط أنا عايزين نعرف الناس حتمة ربنا من التشريع ده إن إحتياجات الرجل أكتر هيفتح بيت هو اللي هيصرف مش مطالب الست اللي تصرف ملناش دعب اللي بيحصل في اليومندو حضرتك اللي تبرع تيب ده أو ساهم تيب ده عن تيب خاطر فمتى تبروش إنه لا تم أنا بصرف على بيتي وعلى عيالي لأ ربنا شرح إنه الراجل هو اللي يصرف في حاجة كمان هو هيصرف على بيته بس لأ ده هيصرف على بيته على بنته هيصرف ممكن على أخته ممكن تكون أرملة ممكن تكون مطلقة هو ده الهدف ودي الفكرة ما هو ده اللي إحنا جايين نقولولهم كلنا يعني بنتكلم بصوت عالي بنفكر بصوت عالي كلنا في حاجة كمان خدت بالي منها إن المفروض الراجل لو ليه في سلط الرحم الخالة أو العمى مريضة أو تمحتاجها وهو قادر المفروض إنه هو إيه يصرف عليها النقطة اللي عايزة أوضحها قوي النهاردة إن الزكر مثل حظ الأنسان في القرث وفي الديوم يعني زي ما خدت ورث أمك أو ورث أبوك ضعف ولإنك راجل وإنت القد والينة والقامة في البيت فالمفروض إن حضرتك لو الأب ده عليه دين برضو حداك اللي تسده كله ولو البنت هتساهم عن طيب خاطر فأنت هتساهم بجزئين وهي هتساهم بجزئين معي حضرتك ولي مش معي القاعدة هنا القاعدة من الناحية القانونية في مسألة سداد الديون إن بيتم سداد الديون في حدود ما قال إليهم من تلك طب لو أنا ما عنديش تلك هنا بتحصل مشكلة هنا بتحصل مشكلة ليه لأن ديون المتوفر هاستنى وخليك فكر إحنا وقفنا فين عشان ما تلغباتش معنا أستاذ عبد السلام ألو طبعا الخير يا فندي يكون أسر سؤال اتفضل يا فندي حضرتك أنا يعني والدنا توفى واكتشفنا إن هو كان متزوج تمام وكان عنده طفل من الزوجة التانية من غير ما احنا نعرف يعني تمام بس هو كان مطلق زوجته التانية دي قبل ما يموت قبل الوفاة اه فالزوجة التانية دي هل يحق لها المراس أولا أولا يوضعها بالضبط انت تسأل على الزوجة بس مش على الطفل التاني على الطفل كده كده هيورز معينا لكن أنا بتكلم على الزوجة اللي طلقت يعني في حياة والدنا هل لها حق مراس ولا لأ حاضر شكرا لتسأل ببساطة شديدة حضرتك كده إذا كانت الوفاة حصلت أثناء فترة العدة يعني هو طلقها وتوفى أثناء فترة العدة فترس فيه بعد فترة العدة بعد فترة العدة لا ترس لأنها خلاص مباشي زوجته بالضبط نرجع تاني للنقطة إن لو أنا ما سبتش تركة وعليا ديون فأولى اللي يسدها الأولى الأولوية لابني لابناء وبعدين تبقى لبنتي طيب أنا لو ابني مش قادر فهو المفروض أولى أنه يدفع أكتر أو يدفع أضعاف من البنت لأن البنت هتجيب منين هتجيب من زوجها حتى لو بتشتغل ما هي دايما المسألة بتبقى متوقفة على القدرة يعني هي مين اللي قادر فيه ولد من الأولاد بيبقى غني وبيسد الدين كله يعني هي القدرة فيه فقير يا فندم والله وفيه فقير بيبقى حريص وحصلت أنا حصلت عندي أكتر من مرة وفيه مرة كان الولد بييجي قسموا الديون لخمسمائة جنيه كل شهر يعني كان المبلغ كبير ولكن الأبناء اتفقوا وكانوا ولد فيهم بس هو اللي يقدر يدفع هذا الرقم كان بييجي من الفيوم للقاهرة كل شهر عشان يدفع لخمسمائة جنيه بتوعبه وحريص حريص على ذلك وحريص جدا جدا ده دي التربية اللي احنا اتكلمنا في البداية بالصف التربية جماعة أهم من أي حاجة طيب فيه سؤال بقى جالنا من الفيسم وعلى صفحة بتاعتنا هل بعد أن ورس الأب بابنه يعني أب وابنه ابنه اللي توفى تمام هل من الذي يارس ورسة ورسة آخرين مين اللي هيورسه لما دلوقتي الأبن توفى وأبوه ورس فيه لما الأب بيتوفى بقية الورسة اللي موجودين بيورسه مش يديها لولاده الورسة كله لا الورسة كله هو كده أصلاً الحاجات دي لما ورسها هي بقت ملكيته تمام لأن المراس أحد أسباب الملكية في القمر لما أنا باجي بتملك حاجة بالمراس المفروض أن أنا خلاص دي بقت أملاكي تمام لما باجي الشخص دي يتوفى المراس بتاعه يتوزع على بقية الورسة اللي موجودين في وقت وفيته في مشكلة أنا بتقابلني في مكتب كتير ألا وهي اتفقوا أن هم يقسموا الورس بالتساوي طب أنا عندي هنا بالتساوي عندي واحد تجوز وخلف وعيش حياته وعندي فيه طفل صغير في عدادي هل يعني لو أنا قلت مراس عادي للولد مثل حظ الأنسان فده مراسه لكن لو أنا قلت لأ أنا هساويه ببعض هل يحك ده عشان بالودية؟ لأ هو هنا القصر لازم يتعامل حسابه لازم يتعامل حساب نصيبه ومحنش ناحيته خالص ومتقدرش يتحكم على نصيب القصر إلا أن يبلغ لما يبلغ السن وهو يتصرف هو حر يعني أنا أجنب المراس بتاعه أي تصرف هتعمله هيفضل موقوف على موافقته واصرف عليه بما أنه أخويا أو بما أنها أختي بالضبط بالضبط ولما يبلغ أديله المراس بتاعه لما يبلغ يبقى هو حقه بقى أنه يقر أي تصرف حضرك عملته في مراسه أو لا لما يبلغ السن خليك فاكر إحنا وقفين فين ومعينا أستاذ محمد ألو سلام عليكم عليكم سلام عليكم أنا أسفى ألو من معي أيوا سلام عليكم أم محمد أهلا وسهلا متأسفة لحضرتك تفضلي حضرتك أنا جوزي متوفي ومعي ثلاث أولاد وحماية أبو جوزي متوفى هو وزوجته بعد جوزي أنا الله يرحمهم جميعا ماشي أي فليا سلف يعني أي معاكم مش متجود يعني تمام أولاد يورسوا فيه يورسوا في جدهم حضرتك في جدهم الأول لا هم خدوا حجهم في جدهم وجدتهم طب العم المعاقدة العم المعاقدة عيش ولا متوفي لا اتوفى اتوفى تمام حاضر نرد عليك حالة حاضر يعني هم الأب توفى هو الأب توفى والجد والجدة توفوا وهم أخدوا حقهم من الجد تمام ولكن في عم كمان كان معاق وتوفى همش متجوز وما كانش متجوز فمالوش أولاد يورسوا فيه ولا لا يورسوا فيه يورسوا فيه بالعصر يورسوا فيه بالعصر تمام نرجع تاني للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها يبقى أنا هنا القاصر سواء بنت أو ولد هجنب المرس بتاعه وهصرف عليه من منطلق إنه أخوي أو أختي إذا كان فيه استطاعة أنا نصرف عليه برضو فيه نقطة مهمة لو ما فيش استطاعة هي أموال قرردي بتتحط تحت قيادة المجلس الحزبي والبنك بتحط الفلوس دي بشكل وديعة بس ممكن تتسحب منها مبالغ في الأعياد وفي القناسبات بنقدم طلبات للنيابة الحزبية والنيابة الحزبية بتدرس الطلب وتشوف يعني مثلا إن القاصر ده بيتعلم وأنا عايز له مصاريف دراسية وأنا مقدرش عليها فبقدم طلب للنيابة الحزبية عفوة بقدم طلب للنيابة الحزبية بقول لهم فيه إن أنا عايز أصرف المبلغ ده علشان المصرفات بتاعة المدرسة بجيب من المدرسة شهادة وبقدمها للنيابة ونيابة بتديني موافقة وبأسحب المبلغ وابروح أدفعه وبرجع للنيابة ما يفيد إن أنا سددت ولا يجوز إن أنا تجيله جزء زيادة في الميروس من الميروس لا فكرة إنك تدي زيادة ده بيبقى نوع من التفضل أنت مش ملزم بيه لكن إذا كنت عايز ده بيبقى نوع من الهيبأ طبعا لأن الموضوع مهم معنا تليفوناك كتير معنا أستاذ عبد الحميد ألو ألو أيه الحمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل ذاك يا الله الحمد لله تفضل يا فندم معيك كنت عايزة سألحضرتك علي حاجة تفضل أنا أولدي متوفيخي وإذا مش بداني شريك أنا أولدي متوفيخي أنا أولدي متوفيخي أنا أولدي متوفيخي هلستأذنك تكلمني من التليفون نعم تاني طيب هنسمعك تاني نعم معيك معيك يا فندم تفضل أه بقول لحضرتك هاي بقول لحضرتك معيك تفضل البيت أنا كنت شاري البيت أنا واخوة تمام وكان والدي موجود فدلوقت أخوات البنات عايزيني يورسوا أولدي كان مواصلي على أساس أن هم يورسوا في البيت في بيت تاني كان بات يعني تاني كده عادي تمام يعني عايزيني أرقلت حق فيين أو كم طيب البيت الأولاني اللي أنت شريك أنت وأخوك ده ده كان من أبوك يعني أبوك اللي بني آه كان بابا بابا اللي كان شريك هو اللي شاريه وبعدين بيعهولكوا بيع وشيره ليك والأخوه تمام كده؟ اه والبيت الثاني احنا بشاريه مثلا بمية والتاني كان بخمسين احنا درعنا عارت خمسين والوالد وصع انهما يورسوا في البيت الثاني مش في اللي انتو شاريهنه اه حاضر حاضر هنرد عليك حالي بالوقت يا حضرتك انت بتقول انه هو البيت كان يسوى مثلا مية وانتو دفعته خمسين واشتريته البيت والدك بيعهولكوا بيع وشيره هو عايش ده هو واخوه في بيت تاني باباهم وصع قبل الوفاء ان البنات هتورس في البيت التاني يعملوا ايه بقى؟ اذا كان البيت اللي انت حركش تريته لسه باسمك يعني هو باسمك وفيه عقود بانه باسمك يبقى ده من الناحية القانونية هم لا يارسوا فيه لكن من الناحية الشرعية حضرتك عارف ان والدك كان متنازل لكو عن الخمسين في المية اللي هو من الخمسين في المية اللي هي من نصيبه او اللي هو عمل لكو فيها تخفيض من الفديف دي اموال والدك من الناحية الشرعية هم يورسوا في النص اللي والدك تبرع بيه ليكو انت واخوك ويورسوا وانتو تورسوا في البيت التاني واخواتك برضو يورسوا في البيت التاني يعني انتو البيت التاني ده هتقسموه مع بعض تمام؟ وهم هيورسوا في الخمسين الف اللي والدك سيبهم تتبرع ليكو انت واخوك لأ انا مفهمتش عن نفسي عشان تبعي عارف يعني خلينا هو دلوقتي البيت الاولاني الاب بيعه بغض النظر بقى دفعه او مدفعه لأ هو بيقول ان البيت كان بمئة الف باعهن بخمسين الف ايه بس بيعه خلاص معهم ورق انهم يورسوا فيه ولا ما يورسوا فيه التاني ده هم هو بيقول ان اخواته مش عايزين يورسوا فيه وعايزين يورسوا فيه واضح ان البيت اللي هم شاملوا واخوه اللي عنه المسكلة هو كبير ده الاكبر فاحنا نصف المسألة ونقعد بشكل ودي كده مع بعض طب انتو هتاخدوا هنا ولا هتاخدوا هنا وتشوف حضرتك اذا كان من الناحية القانونية برضو بقولها تاني من الناحية القانونية في عقود يبقى مفيش مراس لانه هو كده البيت ملكوكو انتو لكن اذا كنت عايز تتراضى مع اخواتك البنات اللي هم عارفين اصلا ان والدك اداكوا البيت بنص ثمنه يبقى انتو حرج بتتكلم في نص البيت التاني وبترسوا فيه كلكو يعني اذا كانت انتو مثلا خمسة كل واحد فيكو بيبقى ليه نصيب في الخمسين عارف ده من الناحية الشرعية من الناحية القانونية كله هيرس في البيت التاني والوصية لوارث دي بتبقى في حدود التلت يعني والدك لما ييجي يوصي شفيها فندم حاجة بتقول لا وصية لوارث والبنات دي كده كده لا 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 في حدود التلت ايو يعني فيه إلا إلا ولا تقرب الصلاة لا كل الناس بتقول لا وصية لوارث لا لا وصية لوارث إلا في حدود التلت يعني ما قدرش اوصي الواحد اكتر من تلت التاركة عشان ما اظلمش بقيت الورص يعني لو حد وصى اكتر من تلت التاركة يرجع للحد لا ترجع للتلت ارجعها للتلت ترجع للتلت دي نورة مهمة جدا برضو السادة المشاهدين لازم يبقى عرفينها إنه فيش حاجة اسمها لوصية الوارس لا لوصية الوارس إلا في حدود التلت يبقى إحنا لو الوصية أكتر من التلت بنرجحها للتلت لو إحنا حسبنا بقى كده مع الناس دي إن البيت الأوليني أكبر من البيت التاني ويعد التلت يبقى هما لازم ينزلوا للتلت ده إذا كانت الوصية مكتوبة ما هو إحنا زي ما بقول لحضرتك إحنا هنا الحالات اللي زي دي يبقى يبقى خلاص مش هتفرق معي إذا كان فيه ورق ما هو معنى إنهم سألوا يبقى مش عارفين يخلصوا عود دي لكن لهم فيه ورق موجود هما طبعا الأخ وأخوه معهم ورق بالبيت لكن إذا كان فيه وصية مكتوبة للبنات خلاص يبقى لازم تنفس لو ما فيش وصية مكتوبة أقعد وحل المسألة كلها في شكل ودي العطية هي الهبة هي المنحة هي المنة هنقف عند العطية ونشوف مدام أحلام ألو ألو سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله رفي بقولك فضالي ماما كانت معي بيت كبير خمسين أو سبين متر تمام هي عايشة كتابته لأخوات الولادة علشان ما تتريش منه حاجة تمام فين سؤالك بقى عايزة بس عايزة بس يعني ايه أعمله معهم تميلي ايه معهم حاضر أنا رد عليك يا حالة هي بقت البيت وهي عايشة اه اذا هنا مفيش ترك بالزبط يعني هي بقت البيت بيع وشيرة زي ما تكون بتبيعه لأي حد تاني هي جاية مع كلمة العطية والهبة والمنحة هي بيبيعه زي أي حد زي أي حد تاني ودته للولاد وقالت للبنت لأ وطبعا بتفرق كتير برضو إذا كان الكلام ده وهي عايشة قبل ما تتغفى بفترة طويلة هي قالت وهي عايشة اه لكن ممكن تكون وهي عايشة قبل الوفاة بيومين ثلاثة هنا بيبقى الغرض من المسألة دي الإدرار ببقية الورصة هنا كل حالة في المسألة دي لازم نقسمها لوحدها يعني إذا كانت هي باعت البيت من فترة طويلة وهي عايشة هنا خلاص استقرت مراكز قانونية والبيت بقى ملك الأولاد وما خلاص مفاش قليل احنا نقول الله الحمع ونده لها بالضبط لكن لو هي بيعها بفترة وجيزة قبل الوفاة كان عندها مرض موت في بعض الناس بيكتبوا عقود لولادهم لحظة خوف الموت هو عنده مرض موت ومرض الموت في القانون المرض اللي ما فيه الشفاء منه أو الاحتمال الشفاء منه زي أمراض الكنسر فهنا في الحالة دي بيمفرق بين إذا كان الهدف من العقد ده الإدرار ببقية الورصة يبقى الوريسة اللي هي البنت تقدر تطعن على العقد ده بالسورية لأنه هنا العقد ده بيسطر وصير يعني هو إذا كان العقد أنا كتبته لأولادي النقطة دي يا جماعة مهمة جدا إذا أنا كتبت العقد لأولادي واحتفظت به احتفظت في العقد بحق الرقبة يعني حطيت على العقد ده إنه يقول لأولادي بعد وفاتي ده يا جماعة بياخد حكم الوصية بنقدر نسبت قدام المحكمة إن العقد ده بياخد حكم الوصية لكن لو كان البيع بيع عادي جدا مقابل تمن زي أي ما ببيع لأي حد غريب هنا ده بيع وده ناقل للملكية هي كانت صريحة وبتقول باعته عشان أنا ما أخدش فأكيد ما أخدتش منهم فلوس اللفت فإحنا مش هنقدر نقول آه مش هنقدر نقول أي حاجة غير إن إحنا ندهلها وربما يكون ربنا هيغنيكي أنت أكتر منهم بكتير في الحاجة البسيطة دي بس تفتكريها بدعاية برضو في نقطة هنا بنشوفها إن الأم بتقول إيه أنا مش أدي البنات أصلا أنا جهستهم يعني أنا عدي الولاد هزبطهم لكن أنا جهست البنات فما بتدهمش فهنا قصد الأم اللي هي ستة كبيرة مش قصدها إنها تحرم هي قصدها إن أنا اقتنست مال معين أيا كان أنا جيبته إزاي بس لو أنا كنت جيبت مراسها كان هو ده قد ده لا هو هنا ما فيش لو هنا ما فيش لو كانت تبيعه وتعمل أحسن تجهيز البنت نفعد على الأب والأم وإذا كان الأب مش موجود والأم عندها استطاعة من حق البنت على أمها إنها جيحست يعني مش من حق الأم تقول كده لا طبعا المراز ده قواعد بتاعت ربنا لكن التجهيز ده واجبات اجتماعية ما نخلطش بين الأمور ما نقولش أصل إبني ده اتعلم في جامعة خاصة فأحرمه من المراز عشان أعوض إخواته لا إفاند دي حاجة ودي حاجة تانية خالب المراز حدود الله على التركة اللي بتحصل ساعة وفاتك معينا أستاذ أحلام وهنكمل تاني ألو ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي أيوة أيوة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله معاك اتفضلي لو سمحت عاوز أسأل بس في حاجة اتفضلي اه أنا كان أنا كان عندي شقة اه شقة تمليك تبع مساكن اقتصادية يعني تمام أه وبعتها آآ اللي واحد كان عاوز يعملها صيدلية تمام فكتبنا عقد ودفع مؤدم وكده وبعدين آآ كان فيه صيدلية بعديها فجيه إيس عدد الأمطار اللي موجودة فلقى لقى الأمطار مش آآ مش مكافية اللي هو مش اللي مكتوب في العقد الأصل آآ اللي مكتوب في العقد الأصل نقصت الصيدلية فعاوز يرجع في البيعة تاني هم فإيه الحل معاه مفيش شرط الجزائي في العقد لا مفيش طيب هنرد عليك يا حاضر تحت عمرك حاضراتك إذا كان العقد البيع النهائي فهو نافذ إذا كان عقد البيع النهائي فهو نافذ أما إذا كان عقد بيع فيه إقصاط أو فيه لسه مبالغ ما تدفعتش فلازم نراجع المسألة دي ونشوف هل هو تم القياس قبل البيع ولا بعده والمفروض من القياس بيتم قبل البيع مش بعده هي أستاذة أحلام اللي سألت الأولانية معانا على التليفون تدخل بس الدفلينة معلومة ألو ألو أيها الفضالي عليكم السلام ورحمة الله معيك هي مدام عيشة هي مدام اللي هي أمامتي لسه موجودة الأم عيشة أيها هي عملت لهم تنازل في الشهر العقاري تنازل مع عبادة فلوس ما خدتش فلوس وعملت تنازل خلاص هي عملت تنازل من الأربع سوبيارت وأنا طلعتني أن المرار سنن وما رأيك أبوي الله يرحمه برضه وما تدنيش منه أي حاجة أنا رأيي نفسيا والله يحب إخواتك وحب أمك واستعواضي ربنا وأكيد ربنا يجزيك كل الخير أنا استعواضي ربنا والحمد لله أنا معي أختبت بناك وربيهم والله العظيم بصي الحمد لله أنا كنت عايشة بالإجارة شفتي عوض ربنا ده عوض ربنا ليكي على صبرك وإن إحنا مش مستنيين حاجة من حد لو موجود أهلا وسهلا مش موجود هنبقى عايشين وكويسين وربنا بيعوض يا جماعة والله ربنا بيعوض نرجع تاني للفكرة بتاعت حضرتك لو عقد خلاص نهائي فهي ما فيش حل لو عقد فيه لسه أقصات ممكن فيه طرقه تمام هنا إذا كان الإياس بتاع المكان هو المفروض بيقيس قبل البيع مش بعده يعني المفروض أن أنا بقيس بعرف المكان بتاعي ده هينفع أعمل فيه المشاط ده ولا لأ بقيس المسافة بيني وبين الصدلية اللي بعدية بقيس المساحة الداخلية للمكان وبعدين ببتدأ أقول أوه خلاص ده مناسب لي أنا أشتري لكن فكرة أن أنا أشتري وبعدين بعد ما أشتري أقيس وأقول لأ ده ما ينفعش طبعا الكلام هو اللي غلطان لا طبعا تمام نرجع تاني لموضوعنا المراس والعطية والهبة إيه هي العطية؟ اللي هي إحنا قلنا المنحة والمنة ليها شروط ولا لأ؟ هي صلاحية الموهوب والواهب يعني صلاحية الواهب هي دي صلاحية الإرادة أنا حر اللي هي متوفرة في كل لو أنا حر أهدي مين وماهديش مين بالضبط إنه ما يكونش أهليته نقصة ما يكونش حد مصاب بمرض عقلي ما يكونش حد مصاب بسفة بغفلة بجنون مثلا لأ الواهب ده لازم يكون كامل فيه حضرتك هتصدقني إنه كل اللي بيعمل كده عائل تماما ويصدقوني المرض النفسي بريء من كل الحاجات دي لا أنا بتكلم أنفاس قانونية يعني دي طبعا المسألة النفسية دي دي ناحية المرض النفسي والله بريء من كل الأخطاء دي كلها لا الناحية النفسية حريقة قادرة مني بيها لكن أنا بتكلم من ناحية القانونية دي عيوب الإرادة في القانون السفة والغفلة والجنون إن الشخص يبقى غير سوي من ناحية التصرفات القانونية يعني ممكن حريك توسلق واحد مثلا زي مثلا اللي بيشتري رقم عربية طبعا مش عايز بمسميات بمسميات لكن في حد بيشتري حاجة تفه جدا بمبالغ طائلة فالناس بيقول عليه ده سفيها ده جزء من فكرة السفة بس هو ليه فكرة معينة لكن هو ليه فكرة معينة هو عنده فكرة معينة فإحنا في الجزء وأنت حر ما لم تدر بالضبط كده لازم الواهب اللي بيوهب حاجة دي يكون بيوهبها وهو عارف إن دي هبة بس لازم نعترف إنه هو لما بيدي هبة بيدي هدائية خاصة بين ولاده هو بيفرق ما بينه وبيخلق بعد موته حالة من الحقد والحسد والكراهية بتدمر كل اللي هو عمله في عمره كله فخلينا واضحين وصرحة بعيد عن المراس الهدية اللي انت بتقدمها انت يا ماما وانت قاعدة بتقدم الأكل لولادك بتلاقي الطفل الصغير بيبص الأخوه فما بالك لما يكبر فبيبصوا لبعض وبيكرهوا بعض انت عملت إيه بعد ده كله فسيبوا كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى معنا أسماء على التليفون منتظرونة بعالشة طيبة تسلي بيلا مرة تانية أنا أسفة معلش نرجع تاني الأخوة غير الأشقاء إيه حكم المراس معي بيتوقف عليه فيه أشقاء ولا لأ إذا كان فيه أشقاء بيحجبوه مفيش أشقاء خلاص يعني لو ليه أخوة أشقاء نحجب الغير أشقاء مالومش ورسة خالص طبعا بياخدوا هما الشقيق هو المقدم هو اللي بيبقى مقدم على المراس لو مفيش أخي شقيق بيورس الأخي غير شقيق أولاد أولاد العام طب لو بنت واحدة هي البنت وليها إخوات غير أشقاء يورسوا ولا ما يورسوش يورسوا طب هما لأمتى ما يورسوش يعني البنت البنت بتحجيب في شكل محدد والقانون نصص عليه والشرع نصص عليه فهنا لو إحنا حطينا قيمة الإخوة الأشقاء والإخوة غير الأشقاء لا الإخوة الأشقاء بيبقوا مقدمين فهنا في الحالة دي ما بتبقى بنت البنت بتارس نصبها والأولاد بيارسوا الغير أشقائي يورسوا طبعا لأنهم في الحالة دي بيتقدموا خطو عشان ما فيش أشقاء لكن لو في ولد لو في ولد لو في بنت لو في جد كل دول بيبقوا متقدمين والتانيين ياخدوا نصيب ولا ما ياخدوش خالص في حالات ما بياخدوش في حالات بياخدوش حزبة المسائل دي دي صعبة جدا يعني عشان تقدر يتحطي لأن في حالات بتحصل حالات ندرة جدا وفي حالات يعني أنا كان عندي حالة ولاد ولاد العم هم اللي ورسوا يعني الراجل توفى وكان عنده زوجة وما فيش أولاد وما فيش خوات أنا شفت فمشينا لغاية متتبعنا الأسر بتاعه لغاية موصلنا لولاد ولاد العم ما كانوش شفوه من 30 سنة أنا شفت بجد حالة الجد متجاوز تمانية فليه ولاد كتير جدا غير أشقاء هنكمل بعد ما نشوف أستاذا سهير ألو 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 معلش حاولت تسلي بينا مرة تانية فهنا الجد ليه أولاد كتير أشقاء وغير أشقاء فتوفى أحده ورس كل الولاد الأشقاء وغير الأشقاء ورس كل البنات الأشقاء وغير الأشقاء فشكذا بسأل يبقى في حالات وحالات لا هنا لتوفى القب لا اتوفى أخ من الإخوات تمان اتوفى أخ من الستاشر تمان فكل ورس تقسيم المرس بيختلف من كل حالة الحالة ومن كل مسألة المسألة وفي حالات في بعض الأشخاص بتحجب غيرها وفي بعض الأشخاص لا تحجب وفي في المرس حاجة اسمها العود لما تيجي تقسمي الأنصبة تلاقي فضل شوية في الآخر دي حاجة اسمها العود بترجع فتقسيم المسائل صعب أنك تقولي في الحالات دي كذا لأنها آلاف الحالات تعرف حضرتك لما تروحي داري الإفتة تلاقي مثلا في كل مثلا مئة سؤال في منهم تسعين مثلا على المرس في حالات مختلفة ومتعددة فحصر المسائل أو حصر الحالات في واحد اثنين ثلاثة ده شبه مستحيل في نقطة تكلمنا عنها سريعا كده في البداية اللي بتزيز إن الأخ الأكبر أو الأم تاخد المرس كله وتقول بعد ما موت بقوا عمله اللي انتوا عايزينه أو قسموه وهي بتصرف هنا الأم في اللحظة دي أو العكس لو الأب وخد المرس بيبتدي وقت ما تجيله أزمة يبيعها كتعة أرض وقت ما يجي يعمل أي حاجة تخصه هو أو تخصهم كميعا يعني بدون مشورة وطبعا بيبقى واخد توكلات من ولاده إنه يعمل كل ده وهنا بيبتزهم لو فضل حاجة بسيطة أنا مش عارفة إيه اللي فضل وإيه اللي باقي وإيه اللي ليه ده حلال ولا حرام والمفوض الناس تعمل إيه هو الأصل في الموضوع أن أنا لازم بعد وفاة المتغفية على طول أقسم تركتهم كون بقى أن إبني فوضني في أن أنا أدير هذه المسألة أو أنه يعمل لي توكيل فأنا بأسأل مسؤول عن الوكالة دي وبأسأل عليها قدام ربنا أنا نفستها ولا لأ ومشيت بيها بما يرضي الله ولا لأ وهل كان فيه ممكن عمل أعمله ينفع الورصة دول بأنه زودت تركة دي ولا أنا ضيعتها بتصرفات غير مسؤولة مني دي حاجة بيسأل عليها صاحب الشأن لكن الأصل في الموضوع أن أنا الأم توفت أوزع مراسة الأم بتوفى أوزع مراسة أنتوا عايزيني أكمل وأدير أنا مفيش مشكلة خالص أدير وحط برنامج للإدارة ده وأعرف أنا بدير إيه وبصرف إيه وبعمل إيه ويبقى كله بالحساب عشان كل قرش أنا صرفته بدون واجه حق هستسيقل عليه قدام ربنا في ثلاث بقاية قولي إيه القانون الجديد اللي هيحل كل اللغة ده إحنا القانون الجديد ببساطة شديدة المتاجئة للأسف يعني للأسف إنه هو هنختم بيها الحلقة كده إن شاء الله القانون 77 اللي سنة القانون 2019 اللي سنة 2017 ده القانون ده اللي تكلم عن الحرمان من المراس وجرائم الحرمان من المراس يمكن كتير من أستاذ المشاهدين ما سمعوش عنه لكن هو القانون ده اتأخر ما يقرر من 70 سنة يعني آخر قانون نتكلم عن المواريس كان سنة 43 الحقنا بيه إنته بتسوقنا الحقنا قلنا عليك الحصل بالضبط إنه في بعض الوقائق زي محريك بتقولي إن الأخ الكبير بيأخد المراس اللي العم بيأخد المراس ويسيطر عليه لا إحنا هنا القانون استحدث المسألة ده في 2017 وقال لا أنا كوارث من حقي إن أنا أطالب بالمراس بتاعي ده لدرجة إن أنا أحبس اللي واخد المراس ده ويسيطر عليه لا دي كرسة ما كده هاحبس الناس لا إحنا هنا دخلنا في جزئية تانية في تطور تشريعي رهيب وبدأ فعلا ينظر قدام المحاكم وبدأ فيه ناس بتاخد أحكام بالفعل شغال طبعا من سنة 2017 تم إقراره وتوقيعه من رئيس الجمهورية وبدأ العمل بيه فعلا هنا بقول للناس لا ده فيه جرائم جديدة استحدثها القانون ده ثلاث جرائم على سبيل الحصر أولها إن أنا أمنع مراس عن وارث أمنعه تاني حاجة إن أنا أمنع مستند أيوة ودي مهمة أوه يا جماعة أمنع مستند من الظهور إن فيه وريس إن فيه وريس زي مثلا سي زي الإبن من الزنا والأب اللي كان متجوز وفيه شهادة ميلاد لإبنه وأنا بحجب شهادة الميلاد دي وبنكر نسب ده عشان نقول ده ميوليس عشان محيمه من المرس تب التالتة بسرعة عشان نتفله علينا التالتة التالتة إن أنا أمتنع عن تقديم المستند اللي اتطلب مني من أحد الورص اللي بيزبط حقه اللي هي الأمانة اللي هي الأمانة الأمانة في نفسي وفي الأنفس اللي حواليا الأمانة للإنسان شالها من عند ربنا في الآخر بنقول الأمانة يا جماعة الأمانة سواء وأنا عايش سواء وأنا ميت ولادي أمانة سواء أنا سلمتهم هداياهم وأنا موجود أو بعد مموت سيب كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى ربنا ما أسرش معنا مبارح عشان نخاف منه النهاردة ونعمل حساب لبكرة نتمنى أن احنا نكون أفدناكم نتمنى ونكون ديوف خفاف عليكم صباحكم جميل وصباحكم جميل بزيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته